السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين اون تايم سبورس في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب اون تايم نبتدي اخبارنا مع بعض من النادي الاهلي النادي الاهلي كولر الحقيقة يعني قاعد بيتابع الموقف بتفاصيله بتفاصيل التفاصيل في النادي الاهلي كولر طالب تطوير في ملعب النادي الاهلي التطوير فيه بقى في كل حاجة هو حاطت رسومات معينة وحاطت حاجات معينة لإدارة النادي الاهلي عايز ان الملعب يكون موجود عليها ممثلا للملاعب في اوروبا رغم ان الحقيقة يعني منظومة الاهلي هناك من افضل المنظومات وهو بيشيد بيها بشكل كبير جدا ولكن عايز يطور للافضل والافضل كولر عمل اتصال مع كريم فؤاد واتكلم مع كريم فؤاد على ما يخص المنتخب الوطن وقال له ان انت لازم تعمل حسابك ان انت الفترة الجاية تكون لعب اساسي في المنتخب الوطني وقال له ان عدم اختيارك في التوئيد ده للمنتخب الوطني ده ما يأخركش في اي حاجة ولا يخليك تفكر خطوة يخليك تكمل على اللي انت فيه كل الناس توقعت ان بعد تقالق كريم ان هو هيكون موجود مع المنتخب الوطني ولكن فيتوريا كان ليه وجهة نظر مختلفة واضح ان رهان واضح ان رهان كولر على متولي وعلى كريم فؤاد رهان كبير جدا 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 بس المفاجأة ان كولر ابتدى يتكلم مع لعبة كتير في النادي الاهلي ان الطبيعي ان انتوا الفترة الجاية هتكونوا موجودين في المنتخب منهم محمد شريف وشادي حسين انا بقولك هو انا بقولك هو بالحرف محمد شريف راح شادي حسين ما راحش فهو كان بيتكلم معهم على اساس ان انتوا مكانكوا طبيعي المنتخب اه احيانا اتفاهم ان المدير الفني صح لعبته ولكن لا واضح ان كولر عنده تموحات كبير جدا 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 رد كريم فؤاد على كولر قال له حلمي في الانضمام للمنتخب اكيد كان كبير ولكن ده حيديني دافع اننا اضاعف المجهود اضاعف المجهود فيتوريا في حديثه او في سؤاله بعد المؤتمر الصحفي على بعض اللاعبين اتكلم على بعض اللاعبين والناس يعني استغربت مثلا زي محمود حمادة وتكلم عليه قبل كده ولكن قال لهم من اللعيبة اللي بتطمني جامد جدا جدا اكرم توفيق بتطمني جدا 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 ج الجزئيات دي وقال لي دايما حراسة المرمة ما بيبقاش فيها تخير واحنا احتمال شفنا كمان في الاختيارات يعني شفنا عواد جاد كان منضم مرة اخر مرة ما كانش منضم بيخش دخل احمد الشناوي صبحي النهاردة عواد موجود هيبقى محمد الشناوي ثم المنافسة عواد ومحمود جاد يخش معهم بقى احمد الشناوي يخش حراس كتير جدا 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 الفترة القادمة ما يخص كولر والناس بتسأله او بتتكلم معاه على اختيارات المنتخب الوطني فقلوله يعني من الاهلي في طاهر في عبدالقادر في افشا في محمد شريف فسألو الناس على افشا ومحمد شريف وقلوله يعني افشا ومحمد شريف كانوا لعيبة كبار ولكن يعني بعدوا فترة عن المنتخب الان فيتوريا بيضمهم فرد كولر قال افشا ومحمد شريف اتنين لعيبة ما فيش اي فريق ولا منتخب يقدر يستغنى عنه تصريحاته تقيلة وكبيرة وقوية هل دعم اللي لعبته بس الاجنابي ما بيعرفش العاطفة يعني هو ما بيعرفش العواطف فهو في الاخر بيقول الكلام اللي هو شايف ان هو يعني حيركز عليه المعلومة اللي بقولها لكم على مسؤولية الشخصية ان في لعب في المنتخب الوطني حيكون ليه مستقبل كبير مع فيتوريا مروان عطية مروان عطية من اللعيبة اللي عندها اشادة كبيرة جدا جدا بفيتوريا وفيتوريا مقتنع به بشكل كبير جدا 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 واعتقد ان حيكون ليه دور كبير معه الفترة القادمة اختيارات طبعا فيتوريا الشناوي عواد محمود جاد عمر جابر اكرم توفيق متولي باهر المحمدي حسام عبد المجيد محمود علاء حسين السيد عبدالله جمعة حمدي فتحي مروان عطية امام عشور محمود حمادة محمد مجدي افشا عمر السيسي احمد سيد زيزو طهر محمد طهر عبدالقادر مصطفى عبدالرقوب زيكو مروان حمدي محمد شريف احمد ياسر ريان يبقى طبعا يعني في الاخر هي وجهات نظر الناس اتكلموا على محمد محمود علاء ولكن محمود علاء يمتلك خبرات كبيرة جدا الناس اتكلموا على عبدالله جمعة لعد التلتي ساعة بس في الزمالك ولكن هي وجهة نظر الراجل البحتة وجهة نظر الراجل البحتة نظر الراجل في الدمى نظرة الراجل البحتة